مني منكم مني منكم حتقوا صداح جراج الحيوان الجميلة ديالي هانا كيفما وعدتكم رجعت معكم في الجزء الثاني من القصة اللي مش حرى ديال بالصح عارفاكم متحمزات وبغين تعرفوا اشنو غادي وقعدك شالش ما غنطولش عليكم ما زال غير هو قبل ليما زال ما شاف جزء الاول يمشي ويشوفوا الرابط دياله في اول تعليق اما الغزالات اللي شافوا الجزء الاول ومتحمسين وبغين تعرفوا اشنو غادي وقع في الجزء الثاني نقول لكم ربطوا الاحزيمة وتصنطوا بزيان المهم الغزالات لا نريد ان نطول عليكم وندخلوا مباشرة في الجزء الثاني ديالنا بلاست ما يعرف شنو كان وهو اصلا هاداك شي كان من بعد غانك سعرف انه هو ما كانوا مخطي له بلاست ما يجيب ديالك يقول يا لاتش تغوتي لي على مي وانا المرة التي تغوتي لي على مي قاع ما اخلاقت قال يهزيش طايتك وصير الضرب باكل المهم هزيت حويجاتي ومشيت كان بكي تراخ كاملة لان مسافة ما بين دراجلي ودراء ما كانش بالزرب المهم تراخ كاملة وانا كان بكي وكرشي قدامي وهزة هاداك الساك عليك تافي مهم حتى وصلت لدارنا دخولت تلقيت خواتاتي يالله جوا من المدراسة شنو كاين ما شنو كاين قلت لهم صافرة جليرة جرائلية مهم ماما مشيت عند اختي جلت ماما كتجري شنو واقع ما شنو واقع ماما ربست جلابت ومشيت عندهم الدار اشنو كاين وهذيك البنت فاشغلطات قال لي هالولد انا ما بقتش باغيها صافي بسلامة انا المرة اللي تغويت لي على امي ما عندي منذير بيها وهي غير حملات كيت تحب لي يا راسة صافرة شداتني انا روخة ولد معي حتى سبعتاش والله هلا كنت ليها والله هلا فعلت والله هلا تلكس قالها صافي بناتنا المحكامة المهم ما شبت حتى عياد جات وقال لي يا ابنية اش غادي نقول ليك هانتي قاسة حتى يحن عليك الله المهم قد قاسة ما كاملاش حتى سيما انا مقادة سيد رفاء الدعوة دي الاطلاق انا فاش وصلتني استدعاء اتصدمت المهم كنت مشيت لمحكامة كيقولوا مانا بغى نطلق ونعطيها حقوقها كاملة سيد اللي كان كنقول ما عنده ريال ولا بغي حتى الحقوق لان اخواتات وامو يعني هم لي كانوا مخلصين المهم انا تصدونت في ذلك شي كنقول هاد الراجل اعليش كرفس عليه في حلاكه اشنو بغى عندي هو فاش ما كانش قد على الزواج للزوج بي كونت غادي مع هاداك الراجل البنيتي وخبزها في حواليش كنت كنفهم ممكن دي راسي ميكا صبرت ما على الزلط قلت ماشي مشكلة وغمت عينيه على الفقر ما تشرتنا عليهم ما قدنا اليوم حتى شي حاجة كنت فلوسي فلوسي كان مدهم ليه وكانقول لالله نعيش غير مرتاحة ما كانش عندي مشكلة ما كانش كانوا بقنا ندير مقارنات وخخواتات وكانوا كديروا لي بزاف الحاجات خيبين كنت يعني كنقول بغى غير نعيش بغى غير نعيش وما لقيتش معامل المهم بدينا في ذلك شي تلطلق القادي في اول جلسة كنقلي علش بغي تطلق مرتك ومرتك حاملة وانا كنت كنقلي ما بغاش نطلق كنقلي انا زعم ما بغاش كي قليلا وانا ما بغاش كي قليلا وانا ما بغاش بغيها معا عيرة مي ودارة الاختي وفعلات الاختي وكان يقولون زعم السيدارها حامل وكان يقولون لا ينعلبوا هذا الوحم وانا ما ينعلبوا هذا الولاد مهم بكيت ذي للي ودي الحبابي تخيلوا كيف خرج من تمو جيدة لدار في هذه الليلانية كنحس بالوجاع في كرشي كي تقطع المهم انا في الأول قلت له ربما غير العاصاب والفقصة ما ديت ما جبت هاديك النعس اللي غادي نعس كنحس بديك سوف يقطع فيها لأنه سوف نظر و تغوط على حرجها و تقولي دم 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 جيسكا نطلق دم تشرشر ليس شيء قليل دم كثيرا بزعف هذه الساعة خرجنا دقات ماما واحد تجارة رجلها عنده طموبيل هزنة الانيشة الارجونس كيف دخلوني قالوا لي الويلد راح طاح صافي كانوا داروا لي كورتاج كانوا حبسوا هذا الدم على شوية سوف نموت سوف يكون مرات فيها بالصح و لم يكن بشاركوا سوف يكون مازالة صغيرة على هذا الشيء كامل الذي يدوز بكيت و جدبت و في الوقت يطاع هذا الويلد حتى ماما كفرات و قلت لي صافي هذا الويلد لأنا كنت أقول لك نعلي الشيطان لو أدوها هو مات سافي تم قلت لي بغي يتلقى 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 كل واحد يتطريقه و فعلا هذا الشيء اللي كان سافي انا بقيت تسديها في راسي و تسديها في خدمتي من الخدمة الضار و من الضار الخدمة و انا وياه في اجراءة الاطلاق حتى انها لخرج لي اطلاقي و كانوا خرجوا لي الحقوق ديالي كنت اخذت هذه البراكة و مشيت و حطيتها في البنكة و بقيت شدة تقاري و شدة داري هذا السيد ما بقيتش نهائيا كنسول فيه و هذا الحي اللي كنت ساكنة فيه ما بقيتش كمشي له نهائيا نهائيا ما بقيتش ندوز من حده و ساكنة مدة لم يكنت بزافة تقريبا 1 شهور و 1 شهور و 1 شهور و 4 شهور و ساكنة جارة اقوصي و ساكنة جارة اقوصي كنت ستغيبا 1 شهور و لم اقلقها و لم أتواجدها و فتبخش و قد على اووط فى هو فى نجد دائما و أخته و أخت فاستطلق و فهمت اخت و لم يعطف عن خياره و سينتظر و ايضحك محابا و بعد مرات يخرجوا بوياها و انا كنت نية وحده و ما كنت نهائيا كنت نعلق على بحالات الامور المهم كنت عرفت ان هاتشي كانوا مطابخينه كاملين و كيف مشوهما هادوك رجعوا بحالاتهم البرة هو الراجل تسيف عليا حينت كانوا مطافخين انه خاصوا يتلقني باش يتزوج بها هي علاق بالوراق قالت كرام مفرحانة و قالت كرسافي غادي تزوج والخورة غا تقدلي الوراق ما غا تقدلي الوراق و مهم هدره من هنا و هدره من الهيه انا يمن كدبش عليكم التفقس ولكن ما بغيت نبيله احتشي حاجه و اكتغتي الله يكمل عليك انا هذا الراجل ما بقاش يهمني المهم سيدة تدخلت عن الطبيب انا يكملت نهاري و الغبيينة في خلبي كيف خرشت من عن الطبيب مبقيت غادي في الطريق و كان بكي من كدبش عليكم حرشي واحد الحزن حسيت بيه و حسيت براسي شحال كونت حماره و شحال تحكو عليا هاد خيتي اللي زعمه حانت هي فاش قلت لي عرفتها شكون هاد خيتي اللي دواب عليها كانت جات و كلت ماكلاتي و كانوا قدامها كي عيروني و هي كتقول كي 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 و كتضحك علي و عاجبها الحال و انا تماما كنت فهم حتى شي حاجه شحال مرة كيجي هو و كيجي بلي مثلا شي حاجه ديان و كيقولي يصبنيها و كان كيتعمل معي بحتيقار كنت حرفت ان هادك شي كان كله مدروس ليه المهم قلت حسبي الله و نعمل واكيل فيهم كاملين انا يكون غادي معاهم بنيتي و كتر و معمرني ما كنت كنظن انهم غادي ديروا ليه حاكا صافي كنت حسابة امري لله وبقينا حاكا هادك الموضوع سديس و اختراحة باش اني مشي و نسول عليه مبقي سولت يعني فحصافي اه 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 صفحة و تسدات مهم غاديدوز واحد الوقت حتى الواحد النهار كنت عاوتاني خدامة حتى يخل عندي واحد الراجل هو امه كان هو راجل شوية كبير في الامور امه كبير اهزل عكي كيز مرة شعرفة هاكا المهم دخلوه اه السلام السلام قال ياري بغي ندوزو عن طبيب و قلت لي مرحبا بك مهم كنت خديت المعلومات تقلسو كيش الدنوبة و انا هي بغيت مقابلة شغلي ارى ليكم عاوتاني فش بغيت نخرج نفس الفيلم ترى كالقصيد وقف بالطموبيل يلا بغيت نزعزع هو يوقفني السلام عليكم اختيبت ندوزو معاك و قلت له نعم اخويك لا بس اذا ما اليك انتش حاجة اذا ما اليك انتش خاص بالخدمة وهو يقول لي يا انا صراحة اجبتيني بزاف كنت ربت فيه و زيت صافي كان طلعو لي يا رجال فراسي مين كدبش اليكم محملت و مقابلته المهم غادي يطرخ كامل هو تابعني يطرخ كامل هو كي يقول لي يطلعي خلني غير نهضر معاك عافاكي معاكي يوالو ما اهضرتش مع اهل ابنه اتسافي متويت لدارنا الغدلي مع الصباح حكي بزيت الخدمة يلا بغيت نحل الباب لتحسيني توقف علي السيد وقالي يشوف اختينا ما بخاش عندي الوقت بزواجه في حالها كونيس خوافه اعرفت ودك شيري دازعليه مبغاش تنساليه المهم طلعت الفوق مكاملش حتى ان الساعة المقانا عادتها جاس عندي واحد البنت هدي ما عمرني ما شفتها جاس عندي السلام كدير لابسك للحمد لله كتلاز عما واش بغدوزي نقيد لك المعلومات دي لك كتل يا للا انا رجيس على واحد الموضوع اخر قلت لها ولي هو قلت ليا شوفي را اخويا هو لي جا عندك في الصباح را اخويا را برا ورا شافك حماق عليك ورامل برح ومصدعنا حفك اختي زعما عطينا معلومات عطينا غير عنوان دي لداركم مشو نهضروا مع ماماك زمن اللي بغيت يانديره معا كتل شوف اختي انا مانا واش نزوج غير عطيني التايقار كتلوزيدون انا راني متلقة انا فجلت لها متلقة السيدة تزيرات المهم كانت قلت ليا سمحي لي وكانت نزلات نزلات قلتها ليه هو ما كان عنده مشكل متلقة ما متلقاش هو اصلا كان متلق في ذاك الوقيته اه كنت انا يا مهم بقيت خدامه الوقت لي ضربت ذاك الوحدة نزلت لواحد المحلابة باش نشيب غدايا المهم النزل اللي غنزل سيد هو يلقمني هو يقول يا شوفي انا رو الله يتعجبتيني ما والله تعجبتيني ورا بغيتك الحلال انا يا رو الله ما كانت فلا ويلقت له شوف راهدويت مع اختك ورا قلت له هاراني متلقى قليه من بعد انا ما عنديش المشكيلي متلقى ما متلقاش انا بغيتك انت كنت ضربت فيه ما تصوقت شليقه اختيت هذك الغدادية اللي طلعت هذك السمالة كاملة هو سيدك يتبعني سيدك يحاول يهضر معايا انا يا صافي كنت حقدت في خطرة واحدة المهم من مورة هذك السمالة سيد غبر غبرة واحدة واني كنت تهنيت وفي حالة قلت راه سيد ما بقاش ناوي الزواج وصافي ولا بشاف حالاته مهم ما تصوقت شليه وغديدوز مدة في تقريبا واحدة لشهور حتى عوتني سيد مهم سيد كان مشاقد هذك شيلي غاد يقضاعي في ذاك البلاد وكان رجح مرة اخرى مهم عوتني فاشا رجح قل يشوفي اختيرة والله تعجبتيني ما والله تعجبتيني مهدرتش معا كنت بعني حتى وصل للدار وعرفني في ساكنة ايوال غدليم على الصباح خلاني حتمشت الخدمة ومشى كيدق في الباب المهم فاشدق حلت لي واحد تجارة قلت لي شكون ما شكون على من كتقلب قلت لي ارى واحد البنت خرجت من هذ دار قلت له هذ دار اخويا راكم كريه بيوته قلت له على اش من بنت كتهدر قلت لي هالبنت هذك كديره وها كديره نخدمه عن طبيب قلت له ايه عرفتها قلت لي راه قل ليا ما بغيتي ماماها ولا باباها قلت لي باباها را ما كنش قلت لي باباها را ميت وماماها را هكينا في البلسان فلاف لاني يخدامه قل لي هذ دار اجت ماما حتوقف على عدواني في الخدمة السلام كديره لبس حليك قل لها شوفي انا راح بنتك را رديت لها الوالدة وراشرت وعجبعتني ورادويت معا هذي مودة ونا را كنت خدام على بره ودبية الله جيت وبنتك عجبتني وبغيتها الهلال قل لها رامعي معاي من قصص حتى خير ماما مسكينة كنت بغ قد فوقت لعملها لتطمئ وكأنها رأيت شابه في معجب الامي و تشبهها ركيب في الحبس و تدخل و تدخل و تريد الابديل و تزوج من الوصول و تزوجت الوصول و يمزلو لين مؤبد و تصدق لسة شهور و تقليل من الموامي و تتخلق للمتحوم انا عارف البنية مطلقة ومعندي مشكل في هذا الشي كاميرا انا مطلقة انا هي عجباتني وكتبها ليها بنت الناس وبغيتها الحلال قلت له ماما شادي نقول لك قلت له اذا كانت مكتابة لك انا ما زلت تشوفها قلت له انا ربنتي كان عارفها زعماء قلت له انت خاف من موضوع ذي السواج قلت له عافك اخالتي دوي معها وتعطني غير فرصة تتحرف عليها مهم انا فجيت في العشية القسم ماما طالعليها قلت له انت مالك هكا تسجل لك اخباركي اماما قلت له الاماما قلت له اهمت تقني تجرب فيترق تقني سيدة تتعرف عليك تعترفي عن النبي صلاح له هو مصلح والله يعرضوا السلامة قلت له ماما قلت له اخباركي تتحدثتني انت بغيت الشاشات لديها انا خطيك تجرب عليها حتى كانت تقنيت انت قOP معاها و اخبارت به و او ابتين قطيت معاها كانت تعطيتها الرقم الاتفاق و قلت لأي و اختي قلت لأي و نجلس نهار الحد و السبط في العشية قالي انت لقا معك . كان جاء هو و اختوه اللي كانت جابه عندي و انا كنت خرج مع اختي حين تجلس نهار الحد و السبط في العشية المهم السيد قال لي اشوفي انا راني مطلق عندي وليد ابنية ورحت هما عايشين على بره وانا ده باغي بنت الناس لنزوج بها ورغي اديها معايا على بره يعني قال لي انتي قد تبقى في خدمتك مع دهاركم حتى النهار يطلعون لك الوراق ونديك مكين لا تجيز قلسي مع امو لا تجيز قلسي مع ابا يعني هاتشي ماكنش قال لي انا بغيتك وعجبتيني وانويتك للاحلال المهم السيد كان كيبان فيه متقاف مادة بحقلو ما شيش واحد برهوش وكان كبر مني في الامار كان ديك الساعة عنده هو الشي 42 عام المهم هي هادك هادرنا تكلمنا كنت ارتاحيت لي واحد شوية كان قال لي اشوفي اخودي فرصة ودوري هادرا في راسك المهم كنت بسعد ماما وتلاقع هادك شرطة قال لي واشنوبالي كتلا ماما خايفة قال لي شوفي ابنتي هاد فرصة رم عمارها تجيلك مرة اخرى السيد قال لك غدي اديك سيري انتي سيري مع ابنيتك وصل لهاديك البلاد ارتاحيتي ليه تعمل معك مزيان امور كانت غديا مزيانة راه راجلك هادك كملي معاه ما اتفاهمتيش معاه انتي طلعتي الورايقات انا يا فاديك الوقت ما اكدبشي لكم فحالة رجعت لي حتى الغصة لهاديك تطليقه اللوله وقوت نجرب اشنو غدي يوقع هذا ره معايا ومش اتعرف على وحده وبسبابها طلقني غير بشي طلع الورايقات ويمشي انا عند بالي راسي يدمشق المهم كنت قلت له خاف هادوك اليامات كنت جاء وطيع لي العقد قليصة غير قلسي مصبخيش خدام هادك شي لكي اعطيك الطبيب انا اعطيك الضوبل ديالو وطريبل ديالو مهم شي حاجه ما تخصك فاليا كنت جاء فلوس طبيب قبل ما يمشي كان قليسي انا عندما يدفع لي المهم وقال لي اره الوقت لحتاجتي اي شي حاجه سوف ينصيف لك ونسخ ماما الساق وقال اخرجي من هذا البيت انا نخلص لك الكراز عمدي الشيء ببارتما ماما بغادت وقاتلوا هذا البيت كاريه بقدة وقدة إذا لم يحتخرش منه وقع شيء مشكل ونكملها راهي لبغت نرجع البيت ما غلقاش وغلق البيوته كاملين حيث ماما هذا البيت كانت كاريه ب16 مئة وفي هذا الوقت سئين البيوت او لدينا 500 درهم يعني فين غلق بيوت بهذا التامان المهم سي يدر معها جميع المحاولات فاش ما بغادت غلقها مهم سيد مني نمشى هو كي يطلع عليها في الورايقات ما يجد فين نكمل واحد 6 شهر حتى الورايقات ديولي كانوا طلعو كان جودة لي عراسيه اللي ما كنت جدرتها النهار لولي كنت عزباء عراسيه كبيرة شوفي على العائلة ديولو كاملة انا كنت عارضت على الحباب واصحاب ناس اللي كنا كنا عارفو تزوج بهذا الراجل هزيت ببالزي ومشيت معاه مهم هو كان ساكن في حد دولة اوروبية كنا مشينا تماما سيد مهم بقينا البنات هاكاك الراجل كتاعمل معايا مزيان كنت كنت نغار ايمتا يقلب علي القفا ويتعامل معايا خيب كنت يقول لي ممنوع تخرجي بوحدك نخرج معاك وندخل معاك وكانك يخرجني ما كيخلي ما يشري لي نهار اللي بخرج من الحبز كنشط طيارة ونزلت انا وياه وقف معاه مسكين كنخرج والدية من هذيك الدار وكنك رايليهم وكننقف مع بابا شدير بيع وشريه ومن بعد كنت نزلت انا وياه وثاني لبرا المهم سيد كان كتاعمل معايا واحد تآمل اللي مان كدبش عليكم وحتى انا را كنت لان لو مولاتي حادقة متبت افداري كان ديل له خاطره وعيش معه باخر كنت بغا غير نعيش عفتيشي واحدة اللي كتكون عيش المعاناة من صور ديالها وكتلقى واحد البصيص ديال الامل كتتمسك بي هذاك الراجل را كنت متمسك بيه وكانت تعامل معا واحد تآمل لمن وشريه يقول يشش شر را را ولكن حتى هو كان كي احتار مني كيتعمل معايا مزيان المهم بقيت مع هادك الراجل ليوم وغضة ممنقصني من حتى شي حاجه وليدية كان مهلي فيهم شوية الاب بديا لي مسكين كان هاك هذيك البيعه وشريه يدارت لي تحركاته لا هو لكي يخلص كراته مميمتي كانت باخير اخواتي البنات أصلا هذيك الساعة انا فش كنت باقى في المغرب كانت واحدة فيهم تخطبات كيف تزوش انا كانت زوجت حتى هي أخرى كانت خطبات ومفجوش بهم تبارك الله كانوا يكملوا وقرأتهم وخذت زوج وقوها كخدامات والدية كانوا يرتاحوا الحمد لله سوف يدوز البنتيام انا هذا الرجل عشت معه قلت صغير فضاري ما عمرني خدمت ولا شي حاجة قلت فضاري المخيرة قد جي حتى لعندي سيد مهلي فيها وليت معه تلسة دي اللي وليدات الأمور مزيانة حتى الواحد المرة قلت لي خطي في تليفون وقلت لي ما تتخيلش أشمل الخبار جبت ليك قلت لي الله يسمعنا خبار الخير قلت لي سبحان الله الدنيا شحل صغيرة هذه أختي كانت تحولت لأحد المدينة أخرى في الزوجة وكانت تخدم مفاهية ورجلها المهم قلت لي واتخيلي قلت لي أن رفخ في الخدمة ديالي خدمة معي واحد البنت وقد ركتت حرفتها أنها حتى أيام المدينة ديالنا قلت لي 9 م اخوة زوجت قتلها ويلي كالك خدامها عن طبيب قتلها جواحد العريس كان على بره في الدولة فلافلانية ورد زوجت معه وولده سمعه ثلاثة الوليدات سبارك الله كيف ديرين بالزين ويزقوا لها حلفي قتلها والله قتلها سبحان الله ربي كبير قتلها وقاجي نعود لك دبع لهذاك الرجل اللي كتب زوجة به قتلها لما شم مفضحاتنا غيمشي على بره غيمشي على بره غيمشي على بره قتلها ايه قتلها في خبارنا هاد الهضرة قتلها مكين لحلى بره لع هادك خيتي اللي كانت غديه لبره غير من السابق تعرفت على اخته وعمرت لها رأسها وجدت المغرب كليت وشربت ومشت وبدأت تسفطيها الفلوس بس دع ما تديه وتقول لي احقار كنت طلع عليه في الوريقات قادك في الاخره جر جراته مزيان هزاته وحطاته وما بقى طلعت لي الوريقات لحت شي حاجة قتلها الفلوس مشاو وكل شي مشا قتل وخواتته بغنيموته بالفقصة قتلها وصيد رولت حالته حاله ولا بغتي تشوفيه غتلقي في البلاسة فلافلانية اللي لتزوج وانت معصبه تجد تخيئه وتخفلث لها مخطة خرجوه فيها قتلا متخيليش بحالة هذا العائلة قتلها الراج اهدا الولد باعلهم كل شي قتلها لم يهزليهم كل فازات قتلا كان في الحبز كان لا عرف كريسا شي وحده وتشد قتلا تحضيله صافته موتعطيه قتلا غير بشتعليهم مرة خلال في الحبز قدك هو اعطيها غير لحشيش وغلسة مع البراهش لن يرد قتلى لتالديك ساعة لا تزوج لا تفرر في حياته لا تصوار حتى شيئ حتى اذا كنت مصيرا من فوق الناس كنت قلت ذلك لديهم ان تطرفوا لديهم هذه العائلة و يضعوا لديهم هذا الولد و يقولوا لك انهم لن يخرجوا عليه و كانوا مزوج باحد بنت الناس لم أسمعنا لها شيئا يلعيب و كان كل شيئ يقول كيف هاي هذه البنت حتى انا رأيك كنت ضريفة و كانت ادعي و فاورقي و وقاو صغيرة لذا كان لدي اختيت هذا لأنه قلب يدخل بالمغرب ونعرفت انه جاءت لكي يدي اغسامه والمهم كانت تسموته ونزلت المغرب لدي اختيت اختيت اللقاء ونعرفت كيف يكون قلب صغير وكنت اخذت ولدي صغير وكي تزده في المغرب المهم ان يقلبت من قلبك لقد قربت هذا المجهور دعونا سوف اعطل وقابل كانت لما يجب ان يتجلب مجهور ويجب ان يتجلب دروق ويجب ان يتجلب المهم ان يتجلب كان لما ارى في اشترك اعرفت او حالته انا كيف اشتوها كاك وشفت الوضعية اللي واقف بيها والحوج اللي يلابس ويدي كيفاش مضروبين ووجه كيفاش مضروبين كامنين كانوا مضروبين البنات بالزيزوار يمكن كان يتقرقاب ولمن اعرف عرفتو حسيت بوحد تلجا في هذه اللحظة باردت حتى تطلي على قلبي هذه الشيء كامل يدوز عليها في لحظة انسيته وقلت احمدك ياسي دربي وشكرتك لو ندير المستحيل باش نوصل هاد الراجل هاد الماصل وناخد حقي منه ما كانش ممكن نوصله انا كنت حسبت امري لله وخليته منه اللي خلقه انا مشيت مع ابنيتي ونيتي خرجت فيه المهم مشيت قديت واحد الغارات اللي اصلا كنت قدرت بيه سبه باش خرش من الدار ومشيت في حالاتي ما كدبشي هكوم هاديك الليلة مقدرش نشوف النعاس بقوة التفكير اللي كنت كان فكر والغدلي عاوتيني في نفس الوقيته كنت قدرت سبه بوحد صغيرة وهاد المرة كنت خرش بوحدي كنت قمت بتحسل هذه البليصة اللي قلت لي السيدة را وقفها وهي كانت في الحومة ديالهم كيف بيه واقف حضرت راسي ومشيت نيشة لحومتهم دقيت الباب في الدار ديالهم ونزلت لي ماما ماما كبرات ما بقيتش هذه المرة الطاغية اللي كانت السيدة كيف شافتني بقيت كتت تخصغر عينيها بس شوفني مزيان وانا اقول لها اه انا هي فلانا قلت لي مزيان سيدة ويس قلت لي دخلي دخلي يا ابنتي دخلي تلافين غدين دخل تلافين غدين دخل كنت قلت لي بنتك حليت ساكي هذه الساعة وجبت الباسبورت ديالي وانا اقول لها ها هو ياك على وده هذا طلقتين من ولدك على وده هذا جرتلتيني على وده هذا قتلت لي يا ولدي وعلى وده هذا دوسوا لي هادك تكارفيس ها هو عندي وولدك وقف راس الدرب كي تكيف الجوانات دخلت هادك الباسبورت في الساك وزيت تخلفها مع الباب هي بقت واقفة حتى هذا الشحال عاد كنس مع الباب تردخ المهم ما كدبش عليكم قلبي براد وكنت مشيت وتكملش في حالاتي من مورا هات شي ندمت وقلت اجداني نشي عند دخليها تضب الراسة ومن بعد قلت خليها مزيانة نيت فيها باش اعرف اذا كان ربي مكتب لك شي حاجر مكتبها لك ولكن ما مكتبهاش لك تطيري وتنزلي والله لا وصلت اليها انا ما حمرني ما كون ديرا اوروبا فبالي ولا قلت غديش نغار نمشي ليها ولا اصلا كنت كنحلم انني انتفارق مع هادك الراجل ولا نلقى غير راجل يقدرني وراجل يتهله فيها ويعيشني مزيان انا راجلي مشي معيشني مزيان فوق من مزيان ما غانقوش لكم كيف مكتب لكم انه ما كينش المشاكل حيث غانكون كنكدب عليكم كيني المشاكل وراجلي مغيال واحد درجة لي ما قطعش على البال وكيمنع لي بزاف الحاجات ولكن الحمد لله لاجيت نحسب النعم اللي انا عيشة فيهم اره ما كي ما كيتحسبوش على الاقل العيشة في داري مع ولداتي اللي بغيتك تجي حتى لعندي الراجل مهلي فيها كيخرجنا كاسينا مصبطنا ممنقصني من والو ولاد وكيحمق عليهم كيجري معاهم المدارس المخيرة كيقروا فيهم مقاتل معهم والبناس اليوم انا الحمد ويلا عيشة باخير وما نقصني حتى شي حاجة جيت نقود لكم قصة اليوم باش نقول لكم ربي كبير وشا نعظم ونصيحة مني لكم ما عمركم بتكونوا ظالمين كونوا غير مظلومين وعرفوا انه وغيجي واحد نهار حقكم غيجيبو لكم ربي تاني ومتني وخزبا لكم ان المدة طوالات وتش حاجة مطرات وهذاك الطاغي ولا الطاغيين يدلون لكم شي حاجة خيبة بقي عايشين وفرحانين كونوا مأكدين انه رغيجي واحد نهار وغييغدو الجازات لاعمال ديالهم وانتم ربي غيي سهال عليكم وغيي عودكم بمحسن وغير جاليكم حقكم تاني ومتني الجميلات ديالي هنا غتالي القصة ديالنا متنساوش كيف العادة تخليوا الاراء وتعليق ديالكم صاحبة القصة ومتنساوش متعليق زوينة ديالكم هنا ما بقى ليا الا نقول لكم حبيباتي ما سخيش بكم كات معكم شهر زاد اللي كات حماق وكات متعليكم